السلام عليكم معكم من مدرسة إلاف الخاصة المعلمة رغاة شنار في دروسي الاجتماعية عنوان درسي لهذا اليوم يوم ريحي لنتذكر معا أحبة الصغار تحدثنا في الدرس السابق عن قطرات الحياة نجدها في الأنهار صاحبة المياه العذبة وأيضا البحيرات صاحبة المياه العذبة وأخيرا البحار صاحبة المياه المالحة وأيضا تحدثنا عن الفرق بين النبع والبئر مياه النبع تخرج إلى سطح الأرض عبر شقوق الصخور ومياه البئر يخرجها الإنسان عن طريق الحفر ماذا نفعل لنحافظ على المياه يا ترى؟ إغلاق صنبور الماء بإحكامه ري الأشجار بالتنقيد تجميع مياه الأمطار بأحواض كبيرة لبناء السدود وأخيرا عدم رمي مخلفات المصانع في الأنهار ما هذا الصوت يا ترى؟ نعم إنه صوت الرياح هل الرياح فائدة يا ترى؟ فكروا رائعون نعم هيا بنا لنرى ما هي فوائد تلك الرياح ما هي فوائد الرياح؟ توليد الكهرباء بقوة الرياح وأيضا تحرك السفن الشراعية ما معنى الرياح يا ترى؟ الرياح هي انتقال الهواء من مكان إلى آخر هيا لنفكر معا أحبة الصغار كيف نستطيع تحديد جهة خدوم الرياح؟ كيف يا ترى؟ أستعين بنجمة الاتجاهات أي البوصلة انظر إليها صغيري لدينا الاتجاهات الأربعة الشمال الجنوب الشرق الغرب أفكر مستعين بنجمة الاتجاهات من أي جهة تأتي الرياح يا ترى في هذه الصورة تأملها صغيري إن الأشجار تميل نحو الغرب الأشجار تميل نحو جهة الغرب أي جهة الرياح هي الجهة المعاكسة أي أن هذه الرياح رياح شرقية ساعدوني أحبة الصغار في تسمية الرياح حسب الجهة التي تأتي منها الرياح القادمة من الشرق رياح شرقية أما الرياح القادمة من الغرب رياح ماذا أسميها يا ترى؟ مبدعون غربية الرياح القادمة من الشمال رياح ماذا أسميها يا ترى؟ رياح جنوبية أم شرقية؟ ساعدوني مبدعون رياح شمالية الرياح القادمة منه بقي لدينا جهة واحدة من هي يا ترى؟ ممتاز الجنوب ماذا أسمي الرياح القادمة من الجنوب؟ رائع رياح جنوبية إجابات مبدعة شكرا لكم ما سبب ميل الأشجار نحو جهتين واحدتين؟ انظر إلى هذه الأشجار الموجودة بين محافظة دمشق ومحافظة حمص بسبب الرياح الغربية القادمة من البحر وتمر عبر فتحة جبلية بين الجبال الغربية تعلمنا اليوم الرياح هي انتقال الهواء من مكان إلى آخر للرياح فوائد عديدة منها توليد الكهرباء بقوة الرياح وتحريك السفن الشراعية نستطيع تحديد جهة قدوم الرياح بالاستعانة بنجمة الاتجاهات أي الموصلة أسمي الرياح القادمة من الشرق رياحون شرقية وأسمي الرياح القادمة من الغربي رياحون غربية أسمي الرياح القادمة من الشمالي رياحون شمالية أسمي الرياح القادمة من الجنوب رياحون جنوبية شكرا لكم أحبة الصغار إلى اللقاء أحبة الصغار في دروس ممتعة ومفيدة أتمنى لكم المتعة والفائدة